أعتقد لها هيما اليوسفي رئيسة مجلس إدارة تحالف شمل ومديرة المناصرة والتواصل بمنظمة دعم المشاريع الصغيرة هيما أنت معنا؟ معكم هي مديرة المناصرة والتواصل بمكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة LBSPS أعتقد تغطى كثير نقط بما يخص الوضع بالداخل من وجهة نظر صحية سواء من الدكتور منزير وأحلام وحاليا فرهاد اللي يغطوا المناطق اللي موجودة بالشمال يلي بدي أحكي عنه هو كيف تعاملت بعض مؤسسات المجتمع المدني اللي موجودة بالداخل تجاه هذا الموضوع فيه كثير مؤسسات مثل ما نذكر حولت أصلاً فرقة للعمل من المنزل واقتصر بعض الدوام بالمراكز اللي جوه لدوام إداري جزئي بوجود أفراد محدودين وقليلي العدد بهذا المكان بالإضافة لأنه أغلب الفرق اللي موجودة أصلاً خارج سوريا عم بتكون عم تشتغل بالبيت بحسب الإجراءات المطبقة بالدول اللي هن الموجودين فيها في بعض المؤسسات اللي أنشطة أصلاً تعتمد على التواصل المباشر من تدريبات مهنية أو عمل مباشر مع المستفيدين ما رح تقدر تعمل هذا الشي فحاولت تتأجل بعض الأنشطة وفيه كثير من البرامج تم حالياً تأجيلها لوقت لاحق بس كمان بدنا نلاحظ أنه مؤخراً الحملة الأخيرة اللي صارت على شمال الغرب يعني سواء بمناطق ريف إدلب أو الريف الغربي لحلب أصلاً كانت خالقة حالة من التوتر والفوضى عند هاي المؤسسات من نقل لفرقة لأماكن تانية بالإضافة لأنه هن كانوا عم بعيدوا تواجدهم بمناطق مختلفة فكان بالنسبة لنقل الفرق وتعديل البرامج بما يتناسب مع الحالة الحالية كان في عندهم نوعاً ما من الاستعداد المؤسسات اللي كانت عم تشتغل ولا زالت بمجال التعليم عم بتروحوا مثل ما ذكر الدكتور منزر باتجاه التعليم الأونلاين هذا بيستدعي تواجد منصات جاهزة ومستعدة لأنه تكون جاهزة للاستخدام بمجال التعليم والتدريب وهذا بيورجيكي المشكلة اللي موجودة أصلاً ببعض مناطق الداخل السوري من توفر الأجهزة الإلكترونية اللي هنم بيقدروا من خلالها يتابعوا التعليم أو توفر حزم الإنترنت والشبكات الجاهزة الشبكات التواصل العديد من المؤسسات التعليمية عم بتروح لخيار الواتس أب وعم بتصير الدروس موجودة يعني عم يتم العمل على أحد أو نوع من أنواع تشكيل الدروس اللي تكون متاحة أن هي تكون عم تنقلة للطلاب عن طريق الواتس أب المؤسسات الأخرى اللي عندها خبرة بمجال المناصرة رح تحاول أو بلشت من بداية شهر آدار تحول جهود المناصرة ورفع الوعي اللي عندها لحتى تكون مخصصة تجاه هذا الموضوع وانتشار الوباء سواء بالداخل السوري أو سواء بأماكن اللي هي أكثر معرضة لتكون بؤر انتشار مثل المخيمات والمعتقلات اللي منقدر حالياً نحن نحكي عنه وأنا ما عم بحكي عن استجابة صحية لأنه بعد تقد الاستجابة الصحية والطبية في منظمات متخصصة ووكالات كبيرة لازم تشتغل على هذا الموضوع ولكن الاستجابة الصحية والطبية ليست الوحيدة الكافية واللازمة يجب العمل على استجابة مجتمعية قطاعية مثل ما حكى الدكتور محمد فلتوفير البناء الجاهزة أنها تعمل هذه الاستجابة المجتمعية هذا الشغل اللي بياخد حالياً مننا وقت وتنسيق لأنه العمل على وجود فرق تطوعية من الفئة الشابة اللي موجودة بهذه المجتمعات قادرة أنه هي تعمل كتير أدوار مختلفة عن الأدوار الطبية اللي أصلاً العديد من الفرق سواء الدفاع المدني أو المؤسسات الطبية اللي هننا عندهم عدد كوادر وعدد متطوعين كبير بس بحال لا سمح الله تم انتشار الوباء هاي الفرق وهدول المتطوعين رح يكونوا منهكين ومجبرين يشتغلوا أدوار متعلقة بالاستجابة الطبية والفحص والعزل والعلاج وفي مهام أخرى ممكن يكون مضطر المجتمع يتعامل معه من تنظيم المجتمع من فرض بعض الإجراءات المشكلة اللي موجودة بمناطق شمال سوريا سواء شمال شرق أو شمال غربي بغض النظر عن أنه إجراءات العزل أو فرض حظر التجول هي إجراءات بدأ تكون مؤثرة اقتصاديا بشكل كبير وممكن تؤدي لانهيارات مختلفة بس هي كمان غير واقعية ما في عندك سلطة تفرض هاي الإجراءات ما في عندك يعني غير موجودة البناء اللي تقدر هي تفرض نوع من الإجراءات العزل والحجر الصحي على المواطنين فهذا الدور ممكن يلعبوا جزء من تنظيمات وفرق تطوعية شبابية وكما يعني يلوحظ من انتشار الوباء بعدة مناطق بأوروبا الدول اللي كان عندها نوع من الاستجابة المجتمعية وقدرت بشكل أو بآخر تنظم حالة هي الدول اللي كانت أكتر قدرة على تجنب كوارث الانتشار بغض النظر عن أنه الاستجابة الصحية بسوريا هي شي غير واقعي ويعني إلى حد ما ميقوس منه نحنا يعني بعداد الدول بسوريا بمختلف مناطق السيطرة الاستجابة الطبية أو الصحية هي يعني بحاجة لجهود غير متوفرة والدول هلأ كل دولة مهتمة بكيف بدها تحاول تستجيب بمجتمعها بدولتها فاللي منقدر نعمله هو حاليا واللي لازم يبدأ من الآن هو الإجراءات الوقائية هو العمل على تشكيل طريقة من استجابة حوكمية واستجابة مجتمعية تقدر تساعد الفرق اللي عم بتقوم بالاستجابة الطبية والصحية وهذا بلزم يعني نشتغل على عدة مستويات المستوى اللي ممكن ينشغل أولا هو تدريب وتوعية وهذا بيرجعنا لنقطة منصة التدريب لأنه في عندك أعداد كبيرة من الناس لازم تكون مؤهلة تعرف كيف تتعامل بالإضافة للمنظمات والمؤسسات اللي عم تشتغل بأساس جهدها وبرامجها السابقة مع قيادات مجتمعية هذول الناس ممكن يكونوا مؤثرين جداً بمجتمعاتهم وقادرين هن يقودوا حملة مجتمعية تساعد الفرق الطبية بإدارة الأزمة بحال وصلت لهذه المناطق مع إشراك العالم اللي نحنا عم نقول عنهم إنه هن الفئة اللي أكثر رح تكون تضرراً لعمال المياومين الناس اللي تشتغل بالأفران الناس اللي ما بتقدر أصلاً ما تطلع من المنزل النقطة الثانية ممكن يكون العمل على وأنا هون عم بطرح مقترحات وأفكار لا مرحلة لاحقة بس يجب التفكير والبدأ بالعمل فيه الآن العمل على منح صغيرة أو مشاريع صغيرة تساعد هذول الناس اللي هن أصلاً بيشتغلوا بمجالات صغيرة ودخلهم قليل تساعدهم على تحمل العبء الاقتصادي اللي رح يصير لاحقاً المؤسسات الكبيرة اللي أصلاً هي بتشتغل بمجال سبل العيش واللايفليهودز والكاشفورورورك لازم ينتبهوا لهدول الفئات ويبلش العمل على أحصائهم ورصدهم فلهيك كمان بدك فرق تطوعية وفرق جاهزة ومدربة تعمل هاي الأحصائيات ليكون في عندك معلومات دقيقة عن عدد هدول العالم الدكتور محمد ذكر أنه موضوع الرصد الوبائي كنظام موجود بهاي المناطق بس أيضاً ممكن المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني تساعد برصد أعداد والرصد للحالات الأكثر تضروراً من عدد الأفراد اللي هن فوق 60 سنة من عدد العالم اللي هن عندهم أمراض تنفستية هذا الجهد بالأصل بتعمله منظمات طبية ولكن حالياً المؤسسات الطبية منهكة ولازم يكون فيه جهود مجتمعية عم بتقوم ببعض هاي الأدوار لحتى تساعدهم يفرغ وقتهم للاستجابة الطبية والصحية المشكلة الثانية هي جهود التوعية فيه توعية بلشت كمان من فترة مؤسسات طبية وعم تشتغل على نشرات توعية وعم تشتغل عبر عدة برامج من منشورات ومن توعية ضمن المجتمعات يعني فيه بعض المؤسسات اشتغلت التوعية بطريقة غلط إنه جابت جامعة عالم بمكان واحد وهي عم بتقل لهم ما لازم تنجمعه فيه مؤسسات عاملة المنشورات بس المشكلة اللي قد تواجه العالم اللي موجودين جوا سوريا هو إنه ما في عندهم مصدر واحد للمعلومات أنا ما بدي أتوقع إنه الإنسان اللي قاعد بإدلب هلا رح يفتح الويب سايت تبع الWHO ويطالع المعلومات اللي لازمة المؤسسات اللي عم تشتغل نشرات التوعية إذا بيصير تنسيق بيناتهم لحتى يكون على الأقل فيه مصدر واحد نقل له للشخص إذا أنت بدك تتابع التطورات بدك تعرف الأخبار السريعة بتلجأ لهذا المصدر هاي ممكن تكون وحدة من الإجراءات اللي ممكن يشغل عليها على مستوى حدة مؤسسات وعلى مستوى عابر للمناطق بالنسبة لسوريا خلايا الأزمة وفرق الطوارئ تشكلت بس على مستوى مؤسسات متنقل الطبية أو على مستوى موجودة يعني التاسك فورس موجودة بتركيا مع WHO أو بالنسبة للمؤسسات اللي عم تشتغل بمناطق السيطرة التركية بس أيضا بده يكون فيه إصدار للمعلومات أكثر بده يكون فيه تجميع لبول فوند لحتى العالم اللي بده تستجيب بشكل آخر تقدر تحصل على هاي المعلومة اللي بديقوله أنه بلشت يعني بلشت نوع من رصد موضوع الاستجابة المجتمعية ويبلش تجميع لبعض معلومات الناس والأفراد اللي هنن بقدروا يتطوعوا بعدد من القطاعات وبفترض أنه هاي المظرية ممكن تساعد المؤسسات أنه هي ترصد شو عندك أوادر ومين أدراني توصل لتساعد ببناء هدول الفرق التطوعية المؤسسات اللي تعامل بمجال الدعم النفسي الاجتماعي قد يكون دورة حاليا تفكر بكيف ممكن التفكير بأنشطة خارج نطاق التجمعات للأطفال من ناحية تنظية الوقت، من ناحية الدعم النفسي، من ناحية الريفيرل سيستمز للنساء اللي هنن ممكن يكونوا واقعين تحت عنف أسري ومصاري، بالتأكيد أي جهد من هدول الجهود اللي حكيناهن هو بحاجة لقوة تمويلية كبيرة اللي عديد من المؤسسات ملتزمة ومضطرة تمشي بحسب برامج معينة وبودجت محددة ما نقدرانا تطلع عنا فالممكن التوجه حاليا لمنصات الكراودفوندنج وخاصة المؤسسات الكبيرة اللي هي عندها خبرة بأنه تعمل هذا الشي من جمع تمويل وجمع تبرعات من مصادر مختلفة اللي لا تعتمد على برامج محددة موجودة جوا لأنه ما رح نعرف كيف ممكن تنصرف هاي المصاريفة بدنا فند مرن قادر يساعدك لحتى تستجيبي للظروف بحسب ما بتتطور بعض الدراسات وأنا هون رح أعمل شير شكين لحتى وارجي دراسة صادرة عن كلية الهايجين والإفادامكس اللي موجودة بلندن ما شكلة عن تشارك الشاشة ما بعث إذا طلعت عن تكون هي بتحكي عن طريقة تم دراسة اللي هي تحكي عن طريقة ممكن تستخدم المجتمعات وإن كانت أنا شايفتها كثير متفائلة وقد لا يمكن تطبيقها بالوضع السوري ولكن العزل اللي يتم على مراحل فإنه ممكن عزل الأشخاص اللي هنن أكثر عرضة للخطر بظل هذا الوباء من كبار للسن من اللي عندهم أمراض مناعية من اللي عندهم أصلا أمراض تنفسية يتم العزل بحسب الإمكانيات إما سواء داخل المنزل بيحس وهذا بيفطرد إنه المنزل هو عدة غرف وبيفطرد إنه أنت عندك المساحة اللي قادرة تحطيون فيها بغرفة واحدة ويكون في شخص واحد بس هو اللي عم بيكون عم بيساعدون وبيجبلون الأشياء اللي لازم يلقلو وهذا بعتقد بعيد عنا بسورية خاصة بمناطق شمال الغرب وشمال الشرق لأنه العالم موجودين بكميات كثيرة بقلب مساحات صغيرة والبيوت ما فيها هاي الإمكانية الخيار الثاني اللي أنا شايفته أقرب لأمكانية الحل إنه يتم عزلون بداخل الحي بأماكن معينة يعني قد يكون أحد شغل هاي الفرق التطوعية إنه يتم تجميع الناس اللي هنن أكتر عرضة الخطر ببينايتين ثلاثة ويتم تواجد وعمل فرق صحية وطبية هي توصلن احتياجاتهم من الغذاء والماء وهذا بيفترض أنه نحنا اللي عنا فوق الستين سنة ما نوء دي الوضع السوري هو البردوينر ما نوء هو اللي بيشتغل وبيجيب الأكل البيت فممكن يكون خيار عزلهم بضمن الحارات والأحياء تبعهم بأماكن معينة هو إحدى الخطوات الوقائية اللي ممكن تكون قابلة للتطبيق وهذا كله يستدعي دراسات لأنه ما في شي محدد وأكيد قابل للتطبيق أخيراً اللي هو عزل حي كامل مثلاً يتم فيه وضع هدول الناس وهون بعتقد كمان هذا الخيار الثالث اللي هو على المستوى الثالث الأبعد شوي كمان صعب تطبيقه بسوريا فأنا شايف الخيار الثاني اللي بالوسط هو الأقرب لأمكانية تطبيقه بالمناطق اللي عم نحكي عنه وأيضاً كله بيستدعي أنه يكون في مساعدات ورصد وتجربة ودراسات لحتى نشوف هديش هدول الأشياء قابلين للتنفيذ أخيراً اللي ممكن يشتغلوا على السوريين اللي موجودين بأوروبا هو الضغط والضغط والضغط هن عندهم وصول لأساليب مناصرة مختلفة عندهم قدرة على الضغط أول شي على الـ WHO وبعتقد بكتور محمد حكي كثير عن طريقة تسييس هاي المساعدات الإنسانية الـ WHO عم تضغط على مديريات الصحة الـ WHO أحياناً عم تستخدم المعايير تبعها والأوراق تبعها يعني كوسائل لحتى تقول أنا بقدر وأنا ما بقدر وبتعامل مع حكومات ما بتعامل مع حكومات هذا الوضع لا يقف عند حدود سيطرة وإذا انتشر الوباء بإدلب رح يوصل للشام وإذا انتشر بالشام رح يوصل لإدلب ما في حدود سيطرة والموضوع لازم يتم معالجته بغض النظر عن مين مسيطر وبالإضافة لموضوع الوصول والمناصرة الضغط على الحكومات أيضاً بموضوع إذا ما كان الاستجابة اللي هي تبرع بأموال وإرسال مساعدات صحية وطبية فهو الإضاءة على الوضع بشمال غرب سوريا وإنه تفشي الوباء بهي الأماكن بمخيمات بيعندك كسافة سكانية كثيرة للمعتقلين والمعتقلات هذا ما رح يعني رح يؤدي لكارثة أكبر بكثير من اللي نحنا شايفينه التبرع أيضاً للمؤسسات الموثوقة وبعتقد زينا رح تشاركي روابط لمؤسسات قادران تستجيب للتبرعات هذا كل شي عندي وشكراً للكون على الاستماع شكراً كتير لك هيمة